تعرفنا على بعضنا بالـ 75 يعني في بداية الحرب وكانت زوجتي ساكنين بيروت أهلا يجوا بالربيع بفرصة الربيع تعرفنا على بعضنا طبعا نشأت حالة حب وعاطفة وتزوجنا بالـ 77 التعبير والتقارب والأحاديث هي كانت تدلل على وجود هالحب بيناتنا نحن بهذاك الوقت كان الحفلة الزفاف اللي عملناه بساحة الضيعة وانا عملت صهرة ودبكة بالضيعة يعني الجنوب كان وضعه شوية ما في هذا الصراع اللي كان موجود في الحرب اللبنانية لبيروت كان في شوية استقرار بعدين الإحتلال الإسرائيلي للجنوب بعد زوجنا صار الإحتلال كان بالليل وجوا على البيت دقوا قال بداك تشرف معنا قامت مرتق قال له ما تخافين إحنا شوية يوم بيرجع شي ثلاثة شهر أهلنا ما كانوا يعرفوا عننا شيء ولاش صليب الأحمر كان سامحولو يجي ما شيفنا صليب الأحمر إلا لما رحنا على المعشكر على الأنصار يعني من دوبي صليب الأحمر الدولي شايفوا لما شفونا أول مرة قالوا بس بدنا نطمن عائلتك إنه نحنا شفناك مضيت على ورقة أنا بخير وأخذ هاي الرسالة لعائلتي لمرتي ولولادي الرسائل ما تسوريش قداش هن مهمين لأي معتل بعيد عن عائلته وعن وطنه وعن حو ومحتجز حريته الرسائل كانت تعامل مهم بأنه تنشطنا تعطينا أمل تخفف عنا الفراء اللي كنا عايشينه يعني هاي رسالة بـ 19-84 رفيقة الجهاد والعمر مريم رسائلكم تصلني فتحمل لي معها الحب والفرح والصمود تحمل لي معها شحنات من الأمل والقدرة على مواجهة الصعاب ورؤية المستقبل بمنظار من المواقعية لتطور الأحداث التي وصلت إلى مخاضها الأخير كنا دائما متفقلين أنه حيكون عندنا خطوات لقدام في بناء وطننا ومستقبل لأولادنا ونعيش حياة عائلية مريحة كان يعني في شوية هيك تقدير أو وعي عندنا أنه ما حيقدروا يخفونا لفترة طويلة لأنه في الصليب الأحمر الدولي في اتفاقيات جينيف اللي بترعى الأسرة والمعتقلين بدك تنزلي لدموعي كلمة راه زوجتي الغالية هذه بعض أبيات الدلعونة من وحي المعتاد يا طير الطاير من فوق بلادي سلم ع أحبابي مرتي وولادي بلج أم موسى رفيق جهادي بكرة منتلاقى لا تحزنون سلم ع هيفا ست الصبايا وع أنجوا وفوفوا نجوم البرايا وقلهم بو موسى بعد وفاكرهم وصهرات الحلوة رح يرجعون هتكلك الغنية ذكرك في هيد الفترة أنت ويها؟ في غنية كتير مؤثرة شو أولك فينا نرجع تحكيني حب وإشباع شو أولك فينا نرجع تحكيني حب وإشباع حبرني عن اللقاء أول مرة قدروا يجوا يزروب خمسة أو ستة شهر لحتى شفنا بعض قبل ما يوصلوا الولاد على المحل اللي بدنا نتواجه فيه من بعيد ما قدرت أني شوفهم اللي واجه لأنه كانت دموع بتنزل كنا من خلال الرسائل المباعتها نذكر أحداث تحصل بالمعتقل ما كان في مجال أنه هايد نعود نتذكرها بس نطلع من المعتقل وبالتالي كانت الرسالة إلى هدفان الهدف أنه نطمن عائلتنا وولادنا وأهلنا عن وضعنا بالمعتقل والهدف الثاني بصير بسترجع بذاكرته الواحد الأحداث اللي كانت تحصل والحياة اللي كنا نعملها شو أكتر رسالة وسلطت وتأثرت فيها؟ رسالة اللي بعتوها الولاد يعني كانت هايفا وأنجو أول ما بيكتبوا بعتوا لي رسالة منهم كانت كثير مؤثرة فيي وأبكتني أكيد من وقت لآخر بفتح الدفتر المغلف اللي فيه رسالة أنا والمفكرة اللي كانت مريم كل رسالة تبعتها لهنيك على المعتقل كانت تنسخها عندها على صفحة الحبيب الغالي خليل ورجعت للبيت وطول الطريق صورتك لم تفارق عيوني ونظراتك أحسست بها كلمات كثيرة لها معاني كبيرة لم تستطع هذه الساعة أن تبوح بما تكنه القلوب وتعطلت لغة الكلام لتتكلم العيون الحبيب الغالي يا مريم هيب 13-6-84 في كل مساء وأنا مستلق على فراشي أحدك في الشريط الشائك والأنوار الكاشفة والحارس القابع في البرج أترك هذا المكان المقيت وأهرب إليكم أتنقل معكم من غرفة لأخرى أراقبكم فردا فردا وأنتم جالسين في غرفة التلفزيون تشاهدون وتسمعون الأخبار علها تحمل ما يقرب لقائبكم فتلتغي كل الحواجز بيننا وتنعدم كل العوائق فأعيشوا لحظات سعيدة أنتصر فيها على السجانين والمعتدين إلى حين هذه الرسائل والدولة اللي عبو السريب الأحمر الدولي كان كتير مهم لا يقدر بثمن ولازم يستمر من شان يكونوا المعتقلين أخذين حقوقهم وعايشين لأنهم يكملوا حياتهم بعدين زوجة الحبيبة مع طول البعاد يزداد الشوق ويكبر معه الأمل في اللقاء بكم مساء أمس قادني الشوق إليكم فلم ألجأ كعادتي لرسائلك بل حملتني أفكاري إلى الماضي إلى أيام حبنا الأولى إلى ذكريات الربيع والصيف إلى الليالي التي شهدت لقاءاتنا وباركت حبنا إلى حقول العدس وسنابل القمح والنجوم إلى العشب الأخضر وضلال الكرمة والسخور إلى سنوات جهدنا المشترك في بناء بيتنا حجرا حجرا إلى نكش جنينتنا حبة تراب فحبة إلى لنبة المقبرة التي حاولت مرة إعاقة لقاءنا فلم تفلح إلى عملنا سوية في خدمة بلدتنا ومدرساتنا ووطننا أجل أيتها الحبيبة لم ألجأ لرسائلك واقتنصت تلك الفرصة لأعيش تلك السنوات العذبة في حلوها ومرة كنت تبادل الرسائل مع زوجتك يعني قبل ما تتزوجوا هل الرسائل كانت شي كنتوا تستعملوا لتتواصلوا مع بعض؟ لما تنزل على بيروت بهالوقت الهيدا هي عم تتعلم بيروت وأنا كنا نبعت رسائل مع أصدقاء ينزلوا للتحاد أمرة ظهرت من البيت بالليل بعد ما خلصت دروسي وتمشيت صوب بيتهم وقربت لقدم محل ما كنا نتلاقى وكتبت بعض الأبيات كانت مرة محافظت رمنيا أنهيت درسي وخرجت فالناس نيام سرت دون ارتباكي قصدت بيتك وحيدا فوجدت البيت خال وباكي سألت الديارة عن سر حزنها فأومأت أن لا معنى لها بلاك وفيها بيت بقول وأكثر ما كان يزعجني هو تأوهك وخوفك من والداك ألا ليتهم يعرفون حبنا فلا يلومونك في دنياك موسيقى 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 اشتركوا في القناة